برحب بحضراتكم الجديد معانا دلوقتي نجم من نجوم مصر في الإدارة ولعب كان لعب كبير جدا جدا وكمان عضو التحق اللجنة الأولمبية الكابتن حمادة المصر اللي أنا سعيد جدا اللي هو بقاله مدة كبيرة جدا مظهر شواء موجود معانا النهاردة نتكلم عن مبارات التراجي نتكلم عن بعض الأضايا اللي موجودة على الساحة كابتن حمادة برحب بيك ودايما بيبقى معاك الحلقات قوية وفيها كلام جديد وده اللي أنا متوقعه النهاردة ربنا سهل إن شاء الله إن شاء الله نجينا عشان نقول اللي أنت عاوزه والمواضيع اللي أنت عاوز تفتح فيها أنا معاك وتحت أمرك إيش يا كابتن حبيبي إن شاء الله حبيبي حبيبي طب عايزنا نبتدي معاك منين ونبتدي بالسهل الأول أنا عارف الصعب الأول ممكن يجي لاجأ للمبية وعن ندي الأحلي بعد كده يجي لتحد الكورة عندي سؤالين ثلاثة طيب هو سؤالين ثلاثة هيبقى فيه دوش نبتدي بالترجل نبتدي بالمنتخبات نبتدي بالحاجات اللي سهل خلينا نتكلم عن مباراة الترجل مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي عجبني زي ما قلت اليومين اللي فاتوا والنهاردة اللي تصرحات الجهاز الفني للنادي الأهلي وهو احترام فرق الترجل وفريق كبير وعلاقتنا دايما مع الترجل وجمهور وعلاقة محترمة جدا شايف المباراة زي هي مش مباراة هي 180 ديئة ومع الأوقات الإضافية تملي المباراة النهائية أو قبل النهائية بيابقى مباراة صعبة جدا يحنا شفنا الصفقس هنا تعدينا واحد واحد وكسبنا هناك واحد شون ده الترجل هنا تعدينا برضو وكسبنا هناك اتنين ونشوف تملي الأهلي وكتوكو 30 هنا وهناك برضو خايفين وتعدينا واحد واحد فالمباراة القي observer هي مباراة نهائية المباراة دي هي مباراة تمنع عليها انت عاوز تعمل مباراة جاية لكن هي مرتبة لكن هي 180 دقيقة ما داشت أحسن أقول لك المباراة النهاردة أهل لو كسب 3 يمر خلص لا 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 أهل لو اتغلب أهلة عادل المباراة الكبيرة الناديين كبار عندهم نجومية كبيرة جدا بالنسبة للعيبة عندهم خبرات كبيرة عندهم أصحاب جمهرية غير عادية لأهل طبعا نادي مؤذر جمهرية تبقى كبيرة جدا الترجي نفس القصة بالنسبة لتونس المباراة مستهلة في رئيتي مستهلة في رئيتي المباراة مستهلة ودي مباراة الكبار أتفكر أنه نادي أهلي مهما حصل نتيجة سلبية أو جبية انتهت الأمر لا الكابتن حسام النهاردة عدته وترتيبه للمباراة يطلع إزاي حل المباراة الأولى وإزاي يستفيد منها وإزاي يستخدمها في مباراة تانية هي دين هي دي الكبار لكن اللي هيعتمد على نتيجة المباراة الأولى أعتقد المباراة بصعبة من زبال خلينا أدخل في تفاصيل أدق أنا عام في الحدق قريب جدا وصديق لكابتن حسام البادري كلمت معاه شوف كابتن حسام العلاقة اللي بيننا بتسمح نتكلف أي حاك هو طبعا واللي بيخلي علاقة نتكلم المحبة اللي بيننا والثقة اللي بيننا فيه أوقات ما درش أتكلمه ليه أنا عارف أنه مركز وعارف أنه عنده قضاة يغير فبالتالي مش عاوز أضغط عليه ممكن نقابل بعضنا ونتكلم في أي حاك بهذا عن المباراة لغاية ما هو يتكلمني لغاية ما هو يكون عاوز يفتح معي أنتم ترحوا تأكلوا لوحدكم ومتكلمونيش ويقولوني كل حال لا 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 يصل العلاقة بينه وبين كابتن حسام علاقة يعني صداقة وزمالة وليحبنا في الشارع وعدنا مع بعض في المدرسة وفي الكلية كنا بذكر مع بعضينا ومراته الصحبة يعني نتكلم على أسرة نتكلم على كيان نتكلم على علاقة طيبة نتكلم على أم حبيبتي جدا أم الله رحمك يعني بالنسبة لحسام أبو حسام الله رحمه كان العلاقة العلاقة الحمد لله طيب فأتمنى أتمنى من الناس اللي بتهاجم حسام حسام من قطشة بالناس ولكن انت شايفه شارس شارس بيتعامل مع 30 نجم وانت كنت نجم بتلعب في النادي الأهلي وفي حد بيتحك في شغله لا وبعدين انت النهاردة بتعامل مع 30 نجم كل نجم النهاردة وراء جماهير وراء إعلام وراء مؤثرات فبالتالي لن بيجي بتعامل لازم بتعامل بحسام في وسط مجموعة لو ضحكت لها الأمور تبقى صعبة جدا بعدين انت نادي الأهلي نادي الأهلي نهاردة وراءك ملايين مطلوب منك إنجازات ومنك بطولات ومنك تعمل حاجات كير جدا إزاي وانا في مهمة صعبة أحضحك أقاط الضحك مطلوب ممكن يضحك بين اللعيبة بينهم بعضهم لكن دخلنا إطار العمل أعتقد كل واحد لازم ركز كل واحد يبقى عارف دوره كويس جدا كل لعيب فهم الكهان الكبير ده انطباع المدرب وانطباع مدير الكورة وانطباع مجلس إدارة هو انطباع لعيبة هوا دي منظومة نادي أهلي ما ينفعش يضحك في وسط السيزون ينفعش يضحك في بنات السيزون أهلي بيضحك في آخر الموسم لما ياخد بطولة لما يعمل إنجاز لما يكمل رسالته هو ده نادي الأهلي لكن النادي الأهلي وكيانه ما ينفعش حد يكون فيه مهرج أو رجل يعني بسيط لازم يكون عنده فكر واللي يمسك النادي أهلي ده النادي أهلي كبير لابد يكون كبير صح كابتن دعي خلينا أسأل حضرتك بتشوف إزاي مع كابتن حسام البادري هو رجل جامعة ما بين البطولتين دور وكاس بعد غياب عشر سنين ما أنا ده اللي عاوز أقوله انت عاوز إيه من مدرب يعمل إنجازات يعمل لك مباراة كويسة بيطلع ناشئين عنده ثقة بينه وبين الإدارة فيه ثقة بينه وبين اللعيبة بيقدر يحافظ على الكهان اللي معاه الجهاز كله ملتزم ومنضبط في وجوده في عدم موجود حسام الأموب بتبقى صعبة جد وإحنا شوفنا وسأل اللعيبة يعني حسام بدل لم يقاش موجود في النادي الأهلي في الفترة السابقة كانت لهم ماشا زاي رجل منضبط رجل ملتزم يتربى في النادي الأهلي بيحب النادي الأهلي بيعشق النادي أهلي من أسرة تعشق النادي الأهلي أنا بتمنى له التوفيق هو عارف أنه هو بيركز وأنا عارف أنه هو بيذاكر كويس جدا التراجي وبيذاكر إيه اللي ممكن يلعب إزاي ويلعب باني أسلوب وإيه اللي يخدم الفرقة وممكن يحضر لهم المراجعة إيه إنه حسام طبعا عنده خبرات كبيرة تسب خبرات كبيرة جدا كمدرب فما قدرش أقول له يا حسام هتلعب إزاي ولا أسلوبك إزاي نعم الحسام فاهم كلام ده بيقى مدرب لسه بادي لسه ما عندهش خبرات لكن هو ما شاء الله يعني مدرك الموقف وإن كان وإن كان في بعض الأشياء غصبا عنه يعني 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 موضوع مثلا أحمد ريان أحمد ريان على فكرة من الشباب اللي هيبقى عامل طفرة كبيرة جدا في الده يعني أنا فاكر أول مرة لعبت في الإسماعيلي السنة السبعين كنت احتياطي إسماعيلي بيلعب زمالك وطه بصر وحسن شحاتة وفرج عفر وعلي خليل ومحمد صلاح ومحمد سعد وسام منصور وفي فرقة كلها بتلعب وأنا احتياطي والأهلي والزمالك والإسماعيلي واحد واحد والله يرحمه كابتن أميرو والله يرحمه كابتن شحاتة كابتن أميرو بيقول كان جريء كابتن شحاتة كان هادي قال له ما اللعب حمد المصر هو قال له لعب حمد المصر كان عندك كم سنة؟ 16 سنة وأنا عاد على الدكة والله لولد كابتن شحاتة قال له المطش كبيرة على حمد أخلي شوية فأحمد ريان يا جماعة لعب كويس احنا شفناه فما نستعجلش عليه وخامة كويسة بس محتاج شوية يشتغل وقت مع الفرقة عشان ياخد الثقة وينسى بقى اللي هو في النشي أقول أهداف مفرجنا على طول يا أحمد ينسى بقى في قطع النشي خلي بالك سبحان الله اللي جات له في المطش بتاع طلاع الجيش هي أسهل من اللي جابها في المباراة لا لكن خايف باين باين كمرعوب باين الولد يعني فيه حاجة بعيدة عنه فمحتاج وقت شوية يشتغل مع نادي أهل فتبرين يتهيأ شوية وينسى بقى قطاع النشي يفهم انه مع الدرجة الأولى يفهم انه النهاردة يبقى ليه ضغط يبتدي جاهز نفسه أبوك العيب كبير برضو جاهزه نفسيا ياسيلي دور مهم جدا معاه أعتقد ان شاء الله بإذن الله هيبقى لي دور بس التوقيت بقى كابتن حسان بقى يختاره عشان يشتغل معاه طيب من دون الحاجات اللي عايزة تكلم فيه ايه رأي حضرتك في الصفقات الجديدة للنادي الأهل يكيد انا عاف حضرتك انا بكلم بقى بعيدة عن المناصب الإدارية بكلم بلعيب كرة محترم بلعيب كرة كبير بنتكلم على صفقات وليد أزارو وشام محمد إسلام محارب قبله ومحمد حمودي أيمن أشرف وفيه كمان باقة الناس كلاته يتفق اسمه وإحنا كل واحد بقى كل برنامج بيسميه اسمها الأسل ناخد بقى أي حاجة كابتن حسام كنت موجود مع عشان برضو أقول لحضرتك كان مبسوط جدا من أداءه للوقت الصغير اللي هو العافي في المباراة الودي شوف طبعا هشام لا يبقى سوي وشام يابالي دور بارس في نتقل وإسلام برضو نفس القصة أنا عنده قوة وعنده سرعة حمودي طبعا اللي حب السنة الفاتر وليه دور مهم جدا أظهره محتاج حاجات معنا أولا الكهرباء لازم تهدأ شوي أولا أنا بره الثمانتاشر آه عندي سرعات لكن داخل جوه الثمانتاشر يوجد فيه الدقة بقى شوي دي نصيحة محتوى يعني هو 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 لعب كويس عنده سرعات كويسة قلبه موجود إنما إنما محتاج هو الثمانتاشر شوي بقى التركيز وبعدين انت الفيروت النهار ده هي ثقة الفيروت النهار ده ما بيب جون هي بس عاوز يجيب جون زي فيلافل فيلافل جاب جون واحد بس جاب جون خلاص فتحت هو محتاج بس يدى شوي ويبقى عنده ثقة في نفسه وعنده ثقة في المجموعة اللي حواليه هيبتدى إن شاء الله بإذن الله يركز في المنطقة ده بس شوية ويجهز أصلي الفيروت ده هي بوزيشن بوزيشن بتاقضه يجيب جون هو الغد ده وقت ده برضو تايه منه شوي ليه برضو لسه عدم الانسجام عدم الفهم عدم برضو معرفة القدرات اللي حواليه محتاج برضو شوية وقت بس أعتقد أنه هيبقى ليه دور معنده أنا معاك مية في المال في الحاجة بتقوله دايماً بيبقى فيه نقد بناء عشان لعبي يستفيد وأنا مقبول جداً بالنسبة لي ده لو بتحرك خارج الصندوق عشر إلى عشر بيستحوز على كورته بيحرك الأطراف وبدخل جوه الصندوق جوه محتاج بقى الفينيش الدقة والهدوء ده كلام محترم جداً خاصة في إنهاء الهجم بالزبط كده وبخاصة أنه هو طبعاً يعني الماتش اللي فات على الطلايع أنا يعني لو أنا يعني بتحرك على ماتش عاوز الماتش ده إطلع واحد واحد لو ماتش طول الأهل تغلب لا مش هجيب جون أنا شايف لا 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 الاتنين فرود اللي عندك مش واضحين مش موجودين فبالتالي المجهود البدن يتعامل في نص الملعب ومن الديفنس والأطراف كتير الهجمة مبتدة بقت صعبة جداً والأهل مش هجيب جون وأي هجمة مبتدة ممكن تجيبون الدورون بالنسبة لأهل الماتش اللي فات كويس في ظل الفرود ما كانش موجود بشكل قوي طيب حتى في لعبة أنا لها وجهة نظر تانية وقل لي إيه رأيك ماشي اللعبة بتاعت حسين السيد حسين اللعبة اللعبها قوية جداً اللي هي فنش وليد أزارو هي كتت قوية شوية ده وجهة نظري بعد أنا كنت موجود في المباراة ومتبع فلو هي حنينة هيقدر هو يوجي ولكن قوة وهو جاي بقوة قد صعب الفينيش القوة دي محتاجة إيه دقة هو دقة صح بس نعم هو التوجيه هو التوجيه هي مهما كانت قوية لو وجه رأسه صح حتيجي جون خليبك هو وجاي من سرعة قاطع فعشان يوجه بنفس سرعة الكورة قد صعب جداً أبو تريكا في الجون اللي جابه في الزمال اللي بيشوت مش عارف مين ده شريف ثريباً وراحط رجليه وطايرة ما هيدي لمحة خب بالك صح دي لمحة فأنت النهاردة مش عايز أختلف معاك لأ طبعاً أنت بتكلمني في السبعينات والثمانينات وأنا لأ مش عايزين نحن مع بعض كابتن حمادة دعي خلينا أسألك سؤال ونروح بقى بعيداً أنا كابتن حمادة نجم كرة القدم كمنصب صب كابتن حمادة المسؤول في اتحاد كرة القدم معوض مجلس إدارة لاتحاد كرة القدم أخطاء التحكيم بتكلم ضرب الجزاء واثنين وثلاثة واربان الأخطاء دي بتأثر على اتحاد الكرة بعيد بقى على لجنة التحكيم بص خلينا نتكلم بممتاز صراحة ولمانة من غير مجاملة من غير مجاملة التحكيم في الفترة اللي احنا فيها خدوا حقوم بنسبة 100% والفترة حالية لكن أنا مش عارف إيه الشيء اللي ممكن نطور بيه التحكيم تاني كل ما يحتاجه التحكيم احنا عملناه مصرفات سابقة احنا صرفناها معسكرات نعملها في حاجة عندنا نقص ملعب العنصر البشر لا ملا في حاجة عندنا نقص هل النهاردة العنصر البدني سهل جدا يتوفر خبالك العنصر الفني سهل جدا برضو يتوفر لكن في حاجتين مهم جدا للحاكم ايه الموهبة والثقة يعني أنا ممكن النهاردة أجزك بدنيا فنيا لكن موهبتك انت بقى كحاكم عندك موهبة الحاجة التانية ثقتك ممكن اسألك سؤال هارجعلك تاني لحمد المصر لعب الكور هو بيتفرج على مباراة الجيش وضربات الجزاء اللي تلاتة وما ديش حد يختلف عليهم بتشوف مع كلامك ده اللي دي امكانيات امكانيات حاكم بأمانة لا اشوف انا مش عاوز ابص احنا من غير انا طبعا اديته حقه في البداية اه وممنوع النجد انا بتكلم على مش عايزة ارجع للكلمة اللي انا اتكلمت فيها القصة مش فيه بص دولة دولة دخواتنا صغرين او ولادنا فلازم نسعيدهم بس انا بتكلم في عموميات مش عاوز اتكلم مش عاوز اتخصص تمام اه اه انا احترم ده انا احترم الناس كلها تكلمت انا عاوز اتكلم في حاجات مهمة جدا امم يعني انا مش عاوز اتكلم في ضرب الجزاء بقى واندي بقى الاهلي مش عارفه وازمالك مش عارفه وليس معيلي انا اسمعيلي كلموني يا كابتن هنبقى زي السنة اللي فاتت ونظلم انا كلمة الموادسة خلط فارو مبارح يا كابتن هنظلم تاني زي السنة اللي فاتت ولا ايه رأي شاف انت ايه يا جماعة عشان نخرج بالتحكيم ده فعلا فعلا نبقى عندنا حكام كواسين احنا العنصر البدني سهل جدا نعمله العنصر الفني سهل جدا برضو نعمله الموهبة والثقة لابد ان يكون فيه وحضرات الثقة مدرب شكل وهيبة ومكانة وثقة الثقة دي مش معنى التكبر مش معنى ان نرد انزل انا عنده ثقة رح انا مقصر انا ده اهلي عشان ان ده كبير لا الثقة اللي انت تبقى عندك نقطة تعادل في الملعب عندك ثقة عندك ما عندكش تهور ما عندكش عصبية عندنا الله يرحمه كابتن محمد حسان رجل عظيم كان حكم من الحكام الممتزين وطبعا نتيجة اي مبارحة تأثر يعني ضرب الجزاء ما تحسب تأثر عليك ضرب الجزاء عليك تأثر عليك فان النهاردة بتجيب جون الفرقة التانية بتفتح المساحات اللي ورا فممكن تجيب جون تاني عكس عكس النهاردة ما انت بيجي في الجون الفرقة بتقفل وبتلعب الهجمة مرتدة طول ما الجيم مفتوح اللعبة اللي عندها مهارة وامكانات عالية وقوة بدانية عالية تكسب لكن طول ما الجيم مقفول هتبقى صعب جدا يعني النهاردة قالها عمالي روح شمال وعن روح يمين والقلب مقفول طب هيعمل ايه انت النهاردة قلب مقفول فانا اعتقد يعني التحكيم ليه دور مهم جدا في عناصر اللعبة عاوزين نستغله صح اتحاد الكرة ووفر كل الإمكانيات اللجنة بتاعت التحكيم احنا بقى محتاجين النهاردة عاوزين نشوف الناتج ايه احنا كاتحاد كرة احنا كحنا محبين للكرة احنا بنحب الحكام عاوزين نساعد الحكام عاوزين نوصل الحكام لأعلى مستوى بس النهاردة هل الناس اللي مسكة دلوقتي عندها القدرة ان نتوصل اللي احنا بنقول ده لو ما فيش اجامعة نجيب خبير اجنبي كابتن حضرتك كنت متعاش بالصراحة وحسألك سؤال واضح وصريح تمام كابتن رضل بلتاجي كابتن جمال الغندور كابتن عصام بيرجع تاني مشي ويرجع ده بيأثر على التحكيم التغيير الكتير ده لا ما بيحبوش بعضهم يا شادي وانا بقولك لتصريح خطيئة صدقني يا شادي ما بيحبوش بعضهم حبيش بعضهم يا شادي وده نقطة خطيرة جدا يعني يمسي الجمال الغندور الظاهر اللي احنا بنحبه لو كنت باطن عاوزين يغرق يمسك الرضل بلتاجي عاوزين موت رضل بلتاجي لا معلش سيبلي بقى اللقاطات دي وارجعلي لان كابتن حمده بيقول كلام مهم في مصلحة الرياضة لازم نتكلم فيها والراجل بحكم اللي هو كان موجود في كرسي الحكم زي ما بيقوله اللي هو كان بيدير الرياضة المصرية تفضلك انت قلت لي جملة خطيرة جدا دلوقتي قلت لي ما بيحبوش بعضيهم وده الناتج بتاعهم بص شادي احنا النهاردة بنتكلم لمصاحة كورة مصاحة الرياضة اناش مش شخصية مع احد انا بقول لها حضاك اهو اي رئيس لاجل التحكين بيجي بيبقى حوليه اعداء وفي بعض الاحيان بيظهروا انه هو قرابين منه وانا شفت الكلام ده كله جمال غندور لما جاء لأ كان فيه ناس بتكسف جمال غندور رضا بيلتاجي لما جاء ناس بتكسف ايضا بيلتاجي حتى عصام عبفتاح وان كان عصام عبفتاح محمي باتحاد الكورة اللي انا برضو فيه ناس ضد عصام عبفتاح المشكلة ان نفس المنظومة التحكمية يحبوا بعضهم بخلاص من اللي بيحمي الكابتن عصام اتحاد الكورة طبعا مش كلام يعني هو کیهدوا بزارة لا أكدوا بزارة انا بійتكو جمال غندور كان راجل يعني يعني رئيسه كتحكام بس لكن عصام عبفت القدر اللي يتعامل مع اتحاد الكورة اللي انا عاوز اقوله يا شادي الحب باخلاص حيامل انتاجية لكن النهاردة المشكلة الحب الظاهر يعني اه معاك لكن في الاخر هم بيقطع هم عارفين كده انا بتكلملهم من متى صراح الحكام حبوا بعضيكم خافوا على بعضيكم هتعملوا منتجات كبيرة جدا لكن الحب اللي هو مدهون بحب الحاجة كتا ده في الآخر لا جمال غندور هينجح ولا كابتر ببتاك هينجح ولا عصام عرفتاك هينجح كلك هتفشلوا بعضيكم لكن اشتغلوا مع بعضيكم تيمورك كذلك بقولوا حبوا بعضيكم كل واحد عنده علم عنده فكر عنده حاجة يقدمها يقدمها بإخلاص عشان تخب بالك الدور ممكن يجيلك وتلاقي ناس كلها تساعدك وتخدمك ما انت يعني عارف السؤال خبيث ده مش حل بعد اللي انت بتقوله وانا صريحة هو في اكتر من كده ما انت بتقول لي ما بيحبوش بعض ده معناها مثلا كابتر عصام موجود النهاردة يبا كابتر جمال غندور وكابتر ريدا البلتاجي مش عايزينه ينجح انا اتكلمتك في عموميات بقى خلاص بقى يعني انا انا اقول لك لما كان موجود الراجل جمال غندور كان بيتحارب لما موجود الكابتر ريدا البلتاجي بتحارب عصام بتحارب على خفيف عشان برضو هو داخل منظومة الاتحاد على خفيف داخل منظومة الاتحاد واحنا عارفنا الاندية بتدفع التملي ما انا بقول لك اهو انا بقول لك اهو سيبك انا بنعمل معسكرات وبنتفع التحكيم كله ده بياخد فلوسه كاملة والمعسكرات كاملة المشكلة في حكتين تنزم اقتلك انت عاوز الموهبة يبحكم موهوب وعندك ثقة الثقة دي مش معنى التقبر على الفرق الاخرى او اعمل منظر على نادي اهلها او نادي الزمالكة او نادي اسماعيل لا الثقة دي تبقى انت عادل دي الثقة كبتر حمد انت غيرتلي اتجاه الحلقة دعي خلينا اسألك سؤال والوحيد بالصراحة اللي بيتكلم معايا بها وانا حابب ده لان دي النوعية اللي احنا بنحبها اسألك سؤال واضح وصريح ليه بعض الاعلاميين بيهتموا جدا بفكرة التحكيم ومن الحكم ده اللي رايح بعض الاعلاميين والناس داخل اتحاد كرة القدم دايما بيهتموا يبقوا عارفين برضو من الحكم ده اللي رايح ومن اللي جايه ويسأله ليه لا بص الحكام عندنا محكم محترمين جدا والله ما عش معنى سؤال اللي فيه اي حاجة وانا بقول الكلام ده محترمين انا اقول لك الحكام عندنا ناس محترمين اذا كان هناك اخطاء هي اخطاء فردية او غير مقصود ودي نتكة عن عدم وجود خبرات عند حاجات معينة ودوارد ودوارد لكن عندنا حكام محترمين يسأل ما اسألش ده ده حاجة ترجع لهو لكن عندنا حكام 100-100 في الزمة المالية 10-10 ان خبالك الكاميرا موجودة الكاميرا موجودة في كل المباريات والحاكم عاوز ينجح ومحتاج ينجح ومحتاج يجبر ان كل ما يجب يجبر النهاردة هيتواجد في افريقيا هيتواجد على كاس العالم ويبال لي مكانة لكن حكامنا حكامنا محترمين من ناحية الزمة المالية طيب عايزة احط حضرتك لمدة دقيقة كمسؤول في النادي الاهل لمدة دقيقة صعب اوش يدي عشان خطر صعب اوش بس هتقول لي هتتصرف ازاي انت موجود في المباراة لك النادي الاهل يمطلع على الجيش بيقليك ضرب الجزاء واثنين وثلاثة واربعة وتصريح في زل الدغوط اللي انت خرج من المباراة حسيت اللي مش عايزة تحسب حاجة ووعدت على عملت تصريحات بعد المباراة وروحت جاي قايل ده واحد اتنين تلاتة اربعة بكل ادب واحترام وما غلطتش في حاجة تروح جاي النهار ده وانت قاعد كمسؤول داخل النادي الاهلي ولقيت عشرين الف جنيه غرامة على سيد عبد الحفيز اللي هو ولا حولة ولا كوة ولا قال اي حاجة غير بيقول ما ينفعش البداية وابقى معنا كده شوف بصراحة ما انا اقولك بصراحة طبعا نجلة المسابقات هي شايفة خدت بالك والحاجة عمل حسين طبعا يعني خبرة كبيرة خلانا نتكلم برضو وبيشيل هموم كبيرة جدا في الدوري وراجب يتحمل اعباء كبيرة جدا بالنسبة للضغوط سواء امنية سواء اعلامية طبعا انا مش متابع الحدث يعني مش متابع يعني سيد عمل ايه معلش ما انا ممكن نهارده اقول لك يا جماعة ما تبدوش معانا بالشكل ده وما انا ممكن لك بالشكل تاني يبقى فيه نوع من الاصارة وفيه نوع من التهديد وده غير مقبول غير مقبول طبعا انت النهارده ما تبقى رجل مسؤول ما حدش هيهددك ولابد نكون فيه انضباط للجامعة انا في قناة الاهلي ونادي اهلي علمنا منبادة والقيم والاخلاقيات ومفيش تلعب الفاص احنا النهارده موجودين عاوزين النهارده نبقى قدوا في كل حاجة من المفروض ان اهلي ده يبقى مثال لكل شيء وان اهلي محدود في ضغوط كبيرة جدا الضغوط دي متعودين عليها فعارف انت بتنزل حكا ممكن يبقى ضدك او معاك بعض الاحيان فبالتالي فيه خطأ انا برضو لازم اعمل كنتور بخبرتي انا مش عاوز اوصل حد يخصم مني انا مدير كورة انا مدير فني انا مدرب عام انا كهان كبير فما تخليش حد يمسك عليك حاجة احسن حاجة دي يعني على عد ما تقدر وانت مسؤول كبير في كهان كبير اتصرف تصرفات كبار ما تتصرفش تصرفات زي نادي تاني باتخذ عليك لا مش مفروض اقول لك الحاجة انا موافق عارف ليه لان الكبير عمره ما بيخرج منه لفظ لاي مسؤول جوه المنظوم لانه قدوة طبع لانه قدوة طبع والكبير بيكسب في زل الدغوط طبع والكبير كمان اللي ما بيطلعش يغلط في لجنة وبعد كده لجنة تانية ونعلق شماعات ايوه وفي الاخر ما هو نفس اللي جان ما كانتش بتتكلم ما هو ده اللي خليني اسأل حداك السؤال ما هو انت احنا عاوزين ايه العدالة في كل شيء ما صارت عدالة احنا الحكام هتبقى معنا ولا ضدنا لا 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 نعاوزين نخط صقف الحكام زي ما قلت لك ده مهم جدا هم جدا حط صقف الحكام والحكام لابدوا يساعدوا من نفسهم انا عاوز الحكام مصر ده يبقى حكم من احسر حكام في العالم كل حكام العالم بيغلطوا طب انا اسف اللي انا هوقف حضرتك سؤال اخير في الجزئي دي عشان اخرج مين طيب اللجنة الحكام بتكيل بمكيالين صحة والله غدا لا طب يعني تبكر اولك يعني لا انا قلت بكلمة كرسة يعني تبقى كرسة لو انا عند لو انا عرف ان اللجنة الحكام بكلمة كرسة يعني تبقى كرسة ازاي ازاي لكة حكام لجنة بتدير مسابقة فيها فيها ملايين بتصرف فيها يعني ناس بتكسب وتخسر لا لا طبعا ما اعتقدش الكلام ده خالص ما اعتقدش كابتن حمادة عايز تقول حاجة كمان احنا اتكلمنا في بعض الأخطاء والمشاكل دخلنا شوية كرة وشوية ادراني عايزة رجعك للكورتين لو انت ما كان كابتن حسام البادري في مباراة الترجي تبتدي المباراة ضغط من قدام ولا تستنى لان انت قلتلي مباراة شوتين هتحط عناصر هجومية ولا هتعمل توازن ما بين الدفاع والهجوم ولا هتحط عناصر الدفاعية الاول تشوف الشوت الاولاني حيمشي ازاي انا بكلمك فني بقى وكور بص انا مش عابل فلسوف واقول لك هلعب ازاي اولا قبل ما حط فرقتي لازم هشوف فرقتي ترجي انا هلعب ضغط طب هما بيلعبوا ازاي طب انا هلعب زون طب هما بيلعبوا ازاي طب هما قدراتهم وممكنتهم ازاي هل هم عندهم قدرات فردية تقدر يعملوا هجمة مرتدة لو انا ضغط طيب انا ضغطت بغلط ازاي سلوبه ايه اتوقع هيعمل ايه و بعدكده انا احط لك انا انزلالعب ضغط طب ضغط الهجمة مرتدة منظمة ازاي طب النهاردة علعب تلتي ملعب طب النهاردة هعمل توازن بالنسبالي طب النهاردة انا عندهم هما لعيبة مميازة طب عندهم اطراف مميازة طب عندهم خصف حسابات كتير حسابات كتير انا مقدرش قللك نهاردة ايه قولي احسام بدري احسام اعمل حسابك تلعب بسلوب بشعافيء لا 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 اعتقد الكابتل حسام هو اكتر واحد وجهازه المحترم اللي معاه حيدرسه في رئيس التراكي بناء عليها يعرفه نقاط القوة والضعف والامكانيات اللي هي بتاعته هل عندهم خطوط وراء بتقدر الشغل عليها نص ملعب تحرك ازاي ساعة الدفاع وساعة اللجوم اللي هينفرد بنسباله ايه امكانياته هل هو عنده سرعات عنده بيصوب بياخد العرضية انت كمدرب بقى خب بالك الراجل ده مهارته كزا وامكناته كزا بتوظف لعبتك زائد اللي انت عاوز تكسب عاوز تاخد المباراة ازاي يخدها بقى عنده خب بالك الناحة الشمال شوية الراجل ده بيميلش مشعافيه انت ممكن نختارك من بين الاتنين فانت هارده ايه كابتل حسام هو هايب ادرب القصة دي كلها يقدر يقدر يشوف يدرس وبعدين خب بالك انت هارده زي ما قلت لك المطش مئة تبين ديئة حمادة عجبتني في ايه في ناس كتير ممكن تسأل انا هكلمك بقى عشان تعرف زي ما انت تتكلمني بصراحة في كل حاجة انا صريح معك جدا وممكن حد يزعل مني مش مشكلة لما انا قلت لك كممكن تقولي لا يبتلي ضاغط ومش عمي لا الافضل قلتلي ايه هو لازم يذاكر الفرقة لازم يذاكر الفرقة ولازم يشوف لو عنده عناصر فردية انا طبعا حافظ كلامك اللي انت قلته فلو عمل كذا فلا هادغط من قدام لأ استنى اشوف عشان افجأه بفكر تاني ان انا ذكرت الفرم مش اللي انا بقى اتكلم وادخل في الفنيات وده ملعبش ليه ده الكلام المحترف لاتمنى كل الدنيا تتكلم بالاسلوب ده او كل محلين يبقوا كده اتكلم ده كلام قبل المباراة بعدا ما اشوف اتكلم في سلبيات واجابية حبتدي بقى تقيم انت ممكن تشوف فرقة تحس ان فرقة دي حالية جدا لما تجد لعبها تحس ان كانت قلت الله لأ الدكرات اختلفت ده انا بقى بأتكلم في واقع يعني بواحدة بتشوف فرقة فرقة الصفاكس كانت كده في مصر كانوا اجمد من من تونس من تونس كانوا هنا مقفلين جامد جدا انك فتحوا شوية انقلنا عليهم كورة كانوا يتعزيهم مصبوط طيب انت النهاردة زي مطلق المباراة 1008 دي يا جماعة اوعد تفتكروا اي نتيجة اي نتيجة هتحسم اللقاء اللقاء هتحسم فيه تونس برضو عشان تبعالف ان فرقة ترجم السهلة الاهلي فرقة عنيدة فرقة قوية عندهم مجموعة تلعبها خاصة متحطة عنده ضغوط الامور بتختلف تماما اللي بيطلع بقى العنصر الاصيل اللي هو يبتدي يركز وبتدي ينظم لا المباراة المباراتين هتطلع بشكل محترم من فرقتين كبار ان شاء الله كابتن عندي سؤال مهم جدا ومن اهم الاسئلة لان انت كنت في المطبخ تدر تقول لنا الكواليس فيها عشان نعرف كمان واحنا بنتكلم احنا راحين فين وجايين منين لما بنتكلم على عودة الجماهير بقالنا سنتين بنقول عودة الجماهير خلاص ده السنة الجاية والجماهير مستنية مفيش تصرحات من كل مسؤول السنة الجاية مفيش جماهية النادي الاهلي النهاردة داخل عن مباراة افريقيا مباراة المنتخب حاجة جميلة وحاجة مشرفة في وجود وزير الشباب والرياضة وكان مبسوط جدا بشكل الجماهير وتيجي عند النادي الاهلي تقول لي عشرين الف بص الملف ده مهم يا جماعة كورت القدم للمتعة كورت القدم للمتعة كورت القدم فيها جزء من التعصب شوفوا العالم كله فيه ايه فرنسا كنبلة في الملعب والشعوب الاجنبية دي قلبها مش حديد زينا قلبها يعني بيخافوا شويتين ومش متعودة على الكلام ده لما بيحصل الكلام ده وكمبلة في ملعب في فرنسا الدنيا توقف بالخوف اللي عندوهم الناس ولعت شام وقعدوا طي 4-5 ايام والدوري رجع بجماهير زي ما كان ده الدوري ما قالوش بقى هناك أمور استثنائية وعندنا لا بص عودة الخاصة احنا عندنا مشكلة اتفضل المسؤولين عندنا بيطلعوا وصرحوا بقول لي بيحصل ايه قول لنا بقى الحقيقة واحنا سايبين الخالص ما بين الدورين هرجع الجماهير لا جماعة شوية معلش بعد ماتش اهلو الزمالك هرجع الجماهير على اول الدور ان شاء الله بيزيلا في جماهير هي بيعمله برشامة او تحديئة للجماهير ده غلط انت ما تجدش يعني ما تجدبش عن الناس ليه اولا انت ما عندكش قدرات تاخد قرار خلينا بس اتحاد القورة او الوزير خلينا نكلم بمطلق امانة يعني لا اتحاد القورة عنده قدرة ان ياخد قرار لرجع الجماهير اللي احنا حاولنا واعدنا مع المسؤولين ما عندنا احنا ما عنداش قرار شكرا بيتقلقه ايه وحولك والوزير نفس القصة ما عندهش قرار فانا باستقرب ان بيطلق حد من اتحاد القورة يقولك في جماهير طب اما الوزير بيصلح وغلط غلط ما عنده هو مصحب قرار الوزير ليس صحب قرار في عدد الجماهير هو الوزير يتمنى زي زيك زي اي حد انما هو مصحب قرار القرار في ايد الجهة معينة هي صحبة القرار هي اللي تحدد ومن الصعب جدا من الصعب جدا من الصعب جدا اللي انت النهاردة في ظل احداث مشيرة احداث مشيرة من اطراف معينة ترجع الجماهير اطراف المنظومة في المنظومة انت عامل اصارة انا فهمتك انت عامل اصارة فأنت محتاج النهاردة أول حاجة عشان ترجع الجماهير تعمل ايه؟ تعمل تصالح تصالح ما بين الناس يبقى عندك النهاردة الناس فيه تصالح على أساس ان يبقى فيه قبول مش معا عندك ناس في السجون وناس مرمية وناس معطوطة وتقول لك رجع الجماهير ترجع ازاي؟ رجع من ازاي؟ أنت عارف أنت عتتهجم ازاي بعد الكلمة اللي أنت بتقوله ولا؟ لا أنا أقول كلمة الصراح أنا أتكلمها بصراحة لا 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 بص لا لا بص أنا أنا الأطراف كلها حبيبي وأصدقائي وعلاقتي بهم علاقة طيبة جدا إنما في الأول في آخر أنا أقول كلمة من وجهة نظري أنا شايفها عودة الجماهير مرتبطة بحاجات معينة عودة الجماهير محتاجة تنصيب مهم جدا مش كلام ده هيخليني أقولك أنا دايما معلش أنا آسف أو آسف ليه؟ أنا منحاز للجماهير جدا في شيء طبيعي شارع الجماهير مظلومة؟ لا مظلومة اللي هي مرجعتش لغاية المعرض؟ أقولك حاجة خطيرة جدا هو مين متأثر بعد عودة الجماهير؟ إسماعيلي المصري الأندية الجماهيرية الحدس كندري الأندية الشعبية الله هقول الفرق بين الأهل وبين أي نادي؟ جمهور جمهور مع عناصر مع لعبة مميزة لكن أنت نهاردة بتحرم الأندية الجماهيرية اللي أنت نهاردة يبقى ديها دافع أنت حرمت الناس النهاردة سويت الأندية البترولية أو الأندية القوات المسلحة أو ديت الشركات بين نادي أهل وزمالك الجيش النهاردة بيلعب الأهل فيه فرق الفرق؟ فرق اللعيبة ما فيش فرق التاني فيه فرق مؤسرات تانية حماس تاني فده موضوع كبير رشادي مش بتاع مش بتاع اتحاد الكرة مش بتاع الوزير ومفود الوزير ما يطلعش يتكلم بقى في الكتصة كتير أنه هو كلامه كتير ده بيأصل على الكتصة يكون ما يتكلمش دي مش بتاعته وده بتاعته اتجاه معين هو اللي بيحدد بقى خدت بالا كتة دي منظومة فوق كبيرة بتحدد امتى الجمهور ده يرجع تاني مش ضد الجماهير حفاظا على الجماهير خد بالك حفاظا على الجماهير إزاي وقد إيه وكيمية إزاي دي المنظومة اللي تحطها كابتن حستأذن حضرك وتوعدنا دلوقتي احنا بنخاطب من ضمن الحاجات حقول على الهوى والعز لو كله حيسرق الفكرة دي يسرقها للمصلحة الرياضة يبقى في جماهية بنخاطب الأمن اللي يبقى موجود مسؤول معانا هنا حضرتك مهمة جدا أنت بقى موجود بالكلام اللي بتقوله اللي فيه صراحة ومصدقية أنا مسدقك عاكس ما تقولي حالة لا فيه حاجة ده احنا بنكلم على الدوري لكن تعالى بقى لمبراطة الأفريقية أيوة ده نعكس بها هنا كلام يتغير بنكلم على منتخب مصر بس بنكلم على منتخب مصر وبنكلم على أندي الأفريقية لازم وساندا ومؤثر جمهري هنفعش النهاردة أنا أروح ألعب في ملعبي كنادي الأهلي معايا عشرين ألف وأروح ألعب في تونس ألعب ستين سبين ألف وهو كمان يبقى فيه يعني لازم فيه مساعدات أحك لي لا وبعدين خبالك النهاردة كل الناس جاية تشجع نادي واحد اللي هو النادي الأهلي صح وكل ناس خايفة على النادي الأهلي كل ناس عاوزوا تحافظ عن النادي الأهلي فالاتجاه يبقى للنادي الأهلي زود شوية هو برفو عليك بتتكلم كلام موضوع زود قلنا المنتخب مثلا حضر ستين خمسة وستين خليهم النص تلاتين أربعين في أغندا يا شادي أغندا دي فرقة تعبانة قوي خبالة هم نتكلم احنا عملنا قيمة الأغندا يا شادي دي أغندا دي ما تكتلعبها بنحطها ما نحوش في ترتيب أو ما تكسبك في التاريخ وما تكسبكش أبدا وفرقة ما تكسبش حد انت وصلت كاس العالم عمليا انت وصلت إن استحالة أغندا تكسب غانة لو أغندا كسبت غانة دي دي أمر مش طبيعي يعني كفرت أغندا كالتقييم فني لا فرقة تعبانة جدا جدا احنا عملنا الغانة دي قيمة يعني التواجد الجماهيري وواحد سفر وتكسبنا ده احنا عملنا لهم قيمة إن أغندا دي كفرقة وكمجموعة دي بيدي خالص يعني مفيش حاجة يعني فرقة بتلعبك تسعين دي تسعين دي ما وصلتش جون كرة عرضية بالدماء وخلصت ومع ذلك انت عندك نجوم عندك نجومة محترفة عندك إمكانيات مؤفرة للمنتخب ده ما حصلتش قبل كده ما توفرتش الحصة تشحاتها عندنا حاجة ما استغلناهاش لغاية النهار ده اللي هي أي انت عندك قدرات هجومية غير طبيعية في الجلدة مخرجت منها خمسة في المية انت عندك بص اللي احنا واجه هنا في المنتخب اللونبي هو اللي بتواجه حاليا في المنتخب الأول انت ما عندكش فرد ولا عندك باكلفت هتبالك مع العلم بقى اقولك حاجة بقى اول مرة هقولها في تكوين المنتخب بتاع كوبر ده كان فيه منافسة ما بين الحضري وبين احمد ناجي مين يتولى المسئلية بتاعت تدريب المنتخب يعني يعني الحضري كان مرشح يمسك منتخب مصر حراس مرمى اول مرة كوبر ده اول مرة حد يعرفه بتتكلم بجد؟ اه عصام الحضري كلمت معه؟ لا هو كان فيه تأم ترشيحه كان يبطل شوف بقى انا بكلمك ازاي يعني عصام الحضري كان مرشح يمسك منتخب مصر مع كوبر وبعدين جينا بالرشح انا كنت عاوز احمد ناجي بكلمك بصراحة ليه عصام الحضري لسه كحارس 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 احسن حارس جاب تاريخ مصر دي حقيقة عصام الحضري انما بتتكلم على ناجي ناجي كان وقت خبرات من الده اهلي وجد خد خبرات كبيرة لكن عصام الحضري لو كنا تصويت طلع كممكن عصام الحضري يبطل ويمسك مع كوبر مدرب او راس مرمى ده اول مرة على فكرة حدي كان مرشح هو ومن تاني عايز اعرف واحمد سليمان بس احمد سليمان كان عدو مجل الظرف نازل زمالك وكان بنتكلم وحارفه قلنا لا خليه عشان ما حدش يحصل مؤسرات فاحمد سليمان استبعدنا وكان ما بين عصام الحضري وما بين احمد ناجي صوت واحد خده عصام وعشرة صوت خده وكابتن فكري صالح لا كان مرشح ثلاث زي ما قلت لك عصام الحضري واحمد سليمان واحمد ناجي وتم اختيار احمد ناجي وربنا وفاهه في المرحلة اللي هو فيها طيب انتو عملين حاجة في عقد كوبر انتو اللي جايبين كوبر عملين حاجة في عقد كوبر يتضعف المرتب او حاجة لما يوصل كاسعالم شوف شوف كوبر كوبر احنا طبعا ما تمنى له التوفيق بعيدا عن عن اي حاجة ان التوفيق وانا معاك انه طبعا وصلنا كاسعالم ونبوس رأسك لا نوصلنا كاسعالمي بهدف حقناه وبعدين انت القصة مش قصة تصول كاسعالمي شادي عشان بتقاش في ضيحة خب بالك انت انت النهار ده ملموم انت لو وصلت بكاسعالم بالاداء اللي احنا فيه ده هتبقى فضيحة هتبقى فضيحة بس اخبتنا خلي بالك فيه نقطة فنية عايزة والحانت رجل لعب كرة كبيرة وعار تمام عملنا ايه بالاداء الجمالي ما وصلناش كاسعالم لا ما بتكلمش عداء الجمالي عداء الجمالي يعني مش موجود لكننا بتكلم على عداء تاني انت النهاردة بتكلم انت وصلت لكاسعالم انت الهدف وصل لكاسعالم بس تبقى حتى تطلع زي متخب تسعين شكلك مقبول لكن انت تنساش الزئير زئير وصلت بكذا كاسعالم واتغلبت من غزافة تسعة واتغلبت من كل فرقة سبعة وستة فانت النهاردة مش عاوزين نفرح نوصل لكاسعالم يعني خلينا ايه عاوزين نوصل لكاسعالم لكن ما بعد يعني عاوزين نظهر قدام العالم انت عاوزين نوصل لكاسعالم لي يا شادي عاوزين نقلة تانية خالص عشان الناس يشوفني حلم صح كده تشوفني ازاي بقى هو الهدف ان اوصل لكاسعالم عشان الناس يشوفني وحش ولا انعاوز اوصل لكاسعالم النهاردة عشان ابان امراية مصر بقى توصل لكاسعالم يا شادي العيبة بتتغير احترافها المدرب المصري بيتغير حتى الطابع المصري والجمهور المصري بيتغير شوف الناس هتنتمي إلى كرة القدم بيضافة طبعاً انتميها لكرة القدم فوصلك كاس العالم هيرتبط بحاجات مهمة جداً عشان يبقى التخطيط مهم مهم جداً بالنسبة لنا أظهر بالشكل اللي اللقك بينا لكن مش مهمة أوصل بكسبت أغاندا وأغاندا طلعوا ووصلت كاس العالم فرحت كاس العالم ما بعد هنعمل إيه عندنا قدرات وإمكانات نطور ونظر بشكل محترم ولا هنعمل إيه أنا برضو موافع على الكلام ده لأن احنا رحنا ثلاثة كاس أمم واخدنا ثلاثة كاس أمم والتخطيط اللي انت بسيت لقدام ما كانش موجود فروحنا ما رحناش ثلاثة بعديهم وده الإنجاز في الإدارة في علم الإدارة اللي ما بيحصلش غيرين حاجة حرمانة ده جاء حاجة كده غريب ملف الأخير مع حضرتك عشان نوضح أمور ولو مش عايز نتكلم فيه وهيبقى فيه حرج لحضرتك نتكلم في حاجة تانية